الاندية الاوروبية رغب في تنمية الاندية غير الاوروبية غير الاعضاء يعني عندي كله اتصال برا اطار الاتحاد نفسه يعني ايا كان انا معرفش طبيعته ومسالته ايه لكن انا كنت اتمنى ان ارى يعني حد ممثل من ربطة الاندية اي حتى لو على سبيل يعني التواصل التواصل واستفادة من الخبرات ويشوفوا يعني ايه المشاكل ممكن علاجها من خلال اتباع نموذج معين او نظام معين نقدر ننقل عنه بما يفيد الكورة مصرية لكن يبدو ان احنا لسه مش جدين او في تطوير الكورة مصرية فالاحتاس بتقول كده استاذ ابراهيم ايه كان رأينا في مدرب منتخب الناشئين اللي بيلعب في التصفيات دلوقتي لا يمكن ان يتم ناخده من الاتحاد المسؤول ومن الوزير المسؤول اثناء سير البطولة والاجتماع مع اللعبين في زر وجلو وكل واحد بنفض ايده منه وقولك مش هان اللعينته ايه الوضع ده ده فين ده مهو خلاص يعني انت حتغير اثناء البطولة ولو غيرت حد حيعرف ييجي يصلى حاجة في المدش اللي جاي يعني كان الدعم ثم الدعم ثم الدعم حتى النهاية لعل اللعيبة بطريقة ما تستنفر لكني نهار ده انت عملت ايه قدام اللعيبة اسقطت الجهاز الفني بالضربة القضية يسمعوا كلامه في ايه ولا ايه ما عرفش ما عرفش الدنيا دي هتمشي ازاي وهل في حد غيرنا بيعمل الكلام ده ما يعني ان اعملت لفة حتى في كل الدول الناشئة في قرات القضاء ما بلاقيش النموذج ده ده الحقيقة يمكن خبرين مرتبطين ببعض اتحاد الكرة بيقولك احنا ما اخترناش محمود جابر لمنتخب الشباب والنتائج كارثية اكد الدكتور جمال محمد علي مدير ادارة المدربين بالتحاد الكرة ان اختيار محمود جابر لم يتم على الاسس التي حددها الاتحاد مشيرا الى انه دمث الخلق وقال جمال محمد علي في تصريحات تلفزيونية النهاردة نحن غير راضين عن اداء منتخب الشباب تماما والنتائج بالطبع كارثية نقوم بتحليل كافة مباراة المنتخب ونرسلها لمحمود جابر في محاولة لتلافي اخطاء المباريات الماضية يعني الناس اهل سؤال عايزة توقف بداية التعليق احنا مش احنا اللي عينناه واتعين للاجنة السلسية طيب انت بقى لك قد ايه اكتر من سنة ايه وشفت ان ما تنطبخش هاي المعايير ومش ماشي كوان اخضرت السنة دي لايه اخضرت السنة دي لايه يعني لا مسئول اوه هتقول ما انا مش مسئول الكلام ده لو انت مستلم بقى لك اسبوع عشر تيام شهر شهرين هتقول ما كانش قدامي فور صغير انت بقى لك اكتر من سنة وهم بيقولك لا تنطبخ عليه المعايير يعني هم يعني ما استناش لما مش محتاج يستنى لما يشوف يعني نتائج لان لا تنطبخ عليه المعايير عايزة تاني حط معاييرك انه ده خلاص ده انما استنى بقى عشان لو جبت واحد بمعاييري وفاشل هعمل ايه فهو ده يستنى وانا زفلته لا بص التدخل الفني بيقولك احنا بنحلله المباراة ونبعث هاله وماله عشان يتلاف الاختر يعني عم يساعد لا مش عشان يتلاف كان يقدر يقول ايه اذا اراد ان يستفيد من هذا التحليل انما انت بعت هاله بيه التوجيه يبقى انت المسؤول على النتائج احنا بنقلف نظام الحقيقة احنا مش بنعمل نظام احنا مش بنقلف حاجة استاذ فرايب احنا اصل اللي بيقلف النظام يعني فيه نظام لكن ازاي تقلف عشوائية ده ده نظام يعني تقلف عشوائية ازاي ده ده نظام اه صحيح بنقلف عشوائية بنعمل خلطة عشوائية يعني كلهم كلهم ناس حبايبنا وانا عارفين ان عندهم عندهم يعني افضل من كده لو ارادوا لو ارادوا عندما تتوفر الارادة ارادة الاصلاح وارادة رسم السياسات والخطط ولذلك انا انداش جدا من تعليقات طالعا النهاردة برضو على لسان اعتقد الوزير او حد يقولك بيه فيتوريا عنده خطط وعنده الوزير الخبر بيقولك انتقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر بعد خسارة الفراعنة امام نيجيريا وقال صبحي في تصرحات تلفزيونية منتخب الشباب موجود واتبعه لكن هل الجهاز الفني على قدر المسؤولية يا انا ارابي لا اعلى لكن لابد من التقييم المنتخب مميز على مستوى الافراد فقط واكمل لهذه الاسباب طلبنا اتحاد الكرب ومتابعة المنتخبات ويتم التقييم اي مدرب يقود المنتخبات يجب ان يتواجد وفقا لمعايير وقال لن نسمح ان يقود المنتخبات الوطنية لن نسمح بحدوث هذي الأخطاء مستقبلا لن نسمح بحدوث هذي التجاوزات مدرب المستوى لا التجاوزات في الشتائب مستقبلا ما تقوله الناس شتاء اعتداء على اتوبيس الالف موسي الاسماعيل لن نسمح بتكرار هذا القام يعني ايه لن نسمح طب عملت ايه في الغلطة عشان لا يتكرر والغلطة ان احنا لن نسمح بتكرارها وتتكرر على فكرة فمسألة ان احنا يعني بعد كده يعني يعني يبقى التعيين بمعيير دي ايدانة ايدانة قاتلة للمسؤولين عن الكورة مصرية ما تيجي تقول من هنا وراح يبقى فيه معيير ايه ده يعني اللي فاده كان ايه مين اللي حاسب علم شريب هذه الطبخة المسمومة مين المسؤول عنها يعني يعني مرة مرة يطلع حد يقول على فكرة انا مش من مقتنعين ومعنديش قناعات ان ما تستقيل وارحمكم الله ها لان في الاستقالة رحمة للمسؤول المخطئ ام ان ما هو حاسب ام لكن اذا كنت تحالة واحدة تستقيل يرحمكم الله اذا كان شرطك مش من دماغك وانك انت مش قادر تعمل حاجة يبقى هنا الاستقالة وجوبية لانقاذ سمعتك وانقاذ نفسك لكن اما وانك موجود فمعناه ان انت بتقول انا مسؤول اوعى تقول انا مش مسؤول اوعى مش مسؤول باي باي موجود تبقى مسؤول ونص وثلاثة اربع على فكرة يا جماعة محمود جابر شارك في بطولتين قبل كده واخسرهم فكان الاوقع والافضل والانسب للمنتخب وللبطولة اللي حننظمها او بننظمها على ارضنا عشان من خلالها خدوا بالكو ده اربع منتخبات هيروحوا كاس العالم في اندونيسيا يعني لما ننظم بطولة على ارضنا تعرف لو عشرة وما نكونش ضمن اربعة عارف لو عشرة حنطلع الحد عشر احنا عندنا هذا الشغف طيب هذا الشغف انك تبقى بتشعبط في السبينسا لزمان طيب المنتخب ده شارك في بطولتين وخرج منهم كان الاوقع انه يتقيم وقتها من قبل مجلس ادارة الاتحاد يتقيم وقتها قبل ما ندخل البطولة اما وانا انت دخلت البطولة والبطولة مستمرة على فكرة البطولة تلات مجموعات هيصعد اول وثاني يبقى دي ستة من التلات مجموعات وهياخدوا اتنين احسن توالد اتنين احسن يعني فيه مجموعة واحدة بس اللي مش هيصعد التالت بتاعها احنا عندنا نقطة مين قدراكم ان احنا ممكن ما نصعدش اصلا ضمن موحق التوالد بالنقطة دي وارد جدا والعندك مباراة جاية مع السنغال احنا بنعمل ده المدرب وفقه لرؤية السيد الوزير والسادة اعضاء مجلس صدرت الاتحاد لا يصلح طب اللعبة ديت مين اللي حيدرها في المباراة المهمة مع السنغال انا عندي ولما بعد ازدك ولما نتغلب هزيمة قيلة من السنغال مسؤولية مين هتبقى دي مسؤولية مين يا باش مهندس المباراة اصلا التالتة في المجموعة مباراة مؤسرة انت خسرت من نيجيرا وتعدلت مع موزنبيق مين اللي عايزة سأله سؤال انت قلت خسرنا بطلطين اولا حد قعد قيم هو دي افضل الاختيارات في البطلطين ولا كان فيه ناس لازم تتاخد حدش نقشنا اولا القوام الامثل بيتاخد ازاي اتنين بطولة بتقام على ارضنا مؤهلة لكأس العالم او اي حاجة يعني طب ما هو احنا من امتى وعملين يقولوا فيتوريا له رؤية للكرة المصرية طب ما تخليه كده حظا على المدربين اللي موجودين قابليها بشهرين ثلاثة ويدردش معاهم ويقول لهم قلولي اختياراتكم مبنية عليها ويساعد الراجل انه يعني يبقى شكلنا الفني بالشكل الفلاني ويساعد ما يفردش رأيه لكن هو رؤيته ايه ايه يحكيها لكم طب انتوا عارفين انه عنده رؤية وعننا معرفنا احنا ولا استفادية الكرة المصرية راجل عنده رؤية ما حد يشألين ايه هي الرؤية لحد النهاردة بس عنده رؤية طيب والرؤية دي حيبي يخبيها ليه ما انت عندك ناس وعندك اجهزة انت بتقول اخترتها مش انا سيدي ومش عايش تغير كويس بس انت تابعتهم وصبتهم وخيمتهم حدن بالاجهزة اللي عندك عندك دعموا الاتنين يدعموه اللي هم بوفوتوريا هم وراهم ايه يعني بسم الله ما شاء الله اللي يعني الالتزامات مقطع بعضها ما هو وحتى لو دول مش هدعموا المجلس نفسه والوزير نفسه يا صاد إبراهيم مش حق بص هم هو ده سياسة مسؤول الكرة ان يسيبوا حد عشان يخلصوا منه وتغسل ايدك وتغسل ايدك يبقى زي ما كل حد فرضوا عليهم الدكتور جمال معامل يقول لك اصلا مش احنا يعني قال لك اوعي تيجي نحيته مع حسن طمانت حسام البدري اقلت شاو غريب شاو غريب شاو غريب لا وهاب جلال جبت ومشيته جبت ومشيته يعني لو عايز يعني طيب مش عايز يعني مستحي يعني يعني مكسوف مكسوف من احمد مجاد لحسن يزعل منك ولا حاجة انت مشتله شاوي ومشتله اي حد ساعده بقى قوله بقى نعمل بقى نعمل بقى نعمل لجنة فنية علية برئاسة دي فتوريا فتوريا ونقوله والنبي يشوف عندنا والناس بدل ما تعمل له سكاوتنج على فرق المشاركة ناخد مجموعتنا دي من بدري من قبل البطولة ونعرفوا بها زي ما كان هو كابتن الجواري كان عبقريته في ايه مش انه تحضير كويس اوه انه كان التفاصيل بيحضر كويس انا حلعب سكوتلندا وصل الامر بيه رحمة الله عليه كان بيقولك انا بجيب لعب سكوتلندا ربيع ياسين اجيب له الوينج اللي حيلعب عليه وحطوله صورته في المراية عشان طول النهار وهو واقف قدام المراية بيلبس اما يشوفه في الملعب يبقى حافظ شكله وواخد عليه يعني حاجات نفسية يعاز اقول ايه تفاصيل كان مو ممكن نساعد او انت عارف العمل كده نفس محمود جابت كان حيخد ثقة او حيبقى يفكر بتريمه اللعيبة نفسها هتشعر باتمام انما دول دول يعيني حسين بغربة بغربة كروية فضيعة مين تكلم عليهم ولا سأل عنهم إيه لما ييجي وقولك كابتن بركات المسؤول عن المنتخب للونبي او مش عارف ايه في حدوء يحضر تدريب المشعار طب بيحضر فيه ملحظات بتكتب وبتتحلل ولا ما تكتبش بتتحلل يعني كل الاجهزة اللي عاملة في الاتحاد يا أستاذ برايب لها هدف وعشان يبقى لها جدوى لازم تتحرك ناحية الهدف دي بخطة محدش بيقول حاجة خالص خالص فأنا أرى انه حتى لو كان الامر صحيحا ان كان ممكن من الامكان أحسن من مكان وحنوعد نتكلم من العناصر الولد ذكي بس المدرس مش مهتم بي او هو ما بيذكرش بتسوه ذكي جدا والله اسكى من كل زميله كل واحد في بيته بيشوف ابنه كده وبيتقل على ابنه كده لكن اللي بيتفوق هو اللي بينظر إلى أسباب الإخفاق ويبتدي تجاوزها مرة واحدة نكون سرحة مع نفسين ترجمة نانسي قنقر